قالت مجلة الإيكونوميست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يعتقد أنه من خلال بقائه في السلطة بغض النظر عن الثمن سيمنع وقوع كارثة في إسرائيل وسط تعمق الفجوة بين العلمانيين والمتشددين الإسرائيليين فيما ينذر بنهيار البنية الداخلية للدولة وأوضحت المجلة أنه مع الرهانات العالية لنتنياهو في البقاء بالسلطة والحفاظ على العضاع وسط الاحتجاجات المشتعلة فإن الحل الوسط يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي بينما قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك في كلمة متلفزة في العام الخامس والسبعين لقيام دولة إسرائيل نحن أقرب من أي وقت مضى إلى القاع لقد التقيت مع مئات من الإسرائيليين خلال هذه الفترة الصعبة والكراهية التي سمعتها صادمة واهم من يعتقد أننا بعيدون عن حرب أهلية كما قال المحذرون من خطورة الانقسام في المجتمع الإسرائيلي يرونه أعمق وأكبر وأخطر من نقاش على فصل سلطات أو مكانة المحكمة العليا في الدولة فحسب بل هو نتيجة انقسام عميق بين اليهود الغربيين والشرقيين وبين النخب وبين القيادة الرسمية الحالية للدولة وبين قيادات الدولة العميقة بين المتدينين من جهة والعلمانيين من جهة أخرى على وعلى الخلاف مع تيارات من المستوطنين ممن يدفعون لضم الضفة الغربية المحتلة وبناء دولة يهودية من البحر إلى النهر وهذا ما تعتبره أوساط إسرائيلية واسعة تهديداً وجودياً للدولة لأن الضم يعني الإجهاز على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كما يعتقدون لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الستوديو عبر سكايب في الحقيقة إبراهيم الخطيب الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور إبراهيم أهلا وسهلا بك معنا أهلا بك وبجميع المشاهدين دكتور إبراهيم لو بدأنا بما جاء في مجلة الإيكونوميست رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يعتقد أنه من خلال بقائه في السلطة بأي ثمن سيمنع وقوع كارثة في إسرائيل وسط تعمق الفجوة بين العلمانيين والمتشددين الإسرائيليين فيما ينذر بنهيار البنية الداخلية للدولة هل في تقديرك إصرار نتنياهو على خطته سيؤدي إلى الكارثة أم أنه سيمنع الكارثة بل على العكس تماما إصراره على بقاءه في السلطة هو الذي يجلب الكارثة لإسرائيل نتنياهو بخطواته هذه التي يقوم بها يقوم بخطوات كانت بعيدة كل البعد عن السياق النقاش السياسي الداخلي الإسرائيلي فأخذ بعيدا في خطه السياسي مع التوليف الحكومية اليمنية التي يقودها الآن وهو بات أسيرا لهذا اليمين الفاش العنصري هو يريد بأي ثمن أن يبقى في السلطة ولو على حساب التشرذم الداخلي والانقسامات الداخلية التي تتحيط من مجتمع الإسرائيل يبدو أن نتنياهو ما يشغله الآن ثلاث ملفات أساسية ملف الفساد الذي يلاحقه الملف الثاني هو المتعلق ببقائه على رأس السلطة في إسرائيل والملف الثالث هو تحقيق ما يراه من رؤية يمينية لواقع الصراع مع الفلسطينيين ويبدو أن التوليف القائمة الآن تسمح له بذلك وإن أبعدت بعض الشيء عما كان يريده من حيث أنه كان يريد تحقيق مطامحه اليمينية القومية المتطرفة ولكن بيضج أقل هل هذا دكتور إبراهيم هل هذا الموقف من نتنياهو وتصعيده في الحقيقة ضد معارضي يدفع للكلام عن السيناريوهات التي يمكن أن يذهب إليها وخاصة بعد قوله بأنه لن يقبل الفوضى وطلب من المفوض العام للشرطة كما فهمنا من الصحافة الإسرائيلية منع إغلاق الطرق في الدولة ومن الشاباك طلب منهم التحرك أيضا ضد المحرضين وطلب من رئيس الأركان محاربة العصيان العسكري إلى أين يريد أن يذهب في سيناريوهات الصراع مع خصومه نتنياهو نتنياهو الذي تشبع بمقولات أنه ملك إسرائيل والدعم الذي حصل عليه من اليمين واليمين المتطرف بات يدرك أو يظن أنه هو الرئيس الوزراء الأبدي لإسرائيل ويقوم بهذه السياسات بناء على ذلك يعني الحديث الذي جاء به جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الجيش الإسرائيلي في حديثه لنتنياهو وصرابته وسائل الإعلام الإسرائيلية يشير علانية إلى أن جالانت قلق بشكل كبير من انقسامات داخل الجيش إثر الخطة التي يريد نتنياهو تمريرها المرتبطة بالوضع القضائي في إسرائيل وجالانت نفسه أشار إلى أنه سيقوم بالاستقالة من منصبه إذا استمر هذا التوجه بفرض دكتور إبراهيم ربما يحسن هنا أن نذكر أن جالانت هو من حزب نتنياهو نفسه صحيح صحيح يعني جالانت هو من حزب الليكود الحزب الذي يقوده نتنياهو وبالتالي هناك داخل الليكود نفسه يعني من يرى أن الواقع السياسي صعب وهناك انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي يمكن أن تجر إلى حالة من الخصام الشديد وانقسامات داخل الجيش خصوصا أن هناك تصريح واضح من قيادات إسرائيلية سابقة في الجيش وقيادات في الاحتياط الإسرائيلي لأنها لن تنصع ولن تأتي لتقوم بالخدمة بين قوسين إذا ما تم تمرير هذه التغييرات القضائية وبالتالي وهذا ليس على فكرة هذا ليس حكرا على قلن هناك كذلك أركان في الليكود يعني يعارضون هذه المختلحات التي جاء بها نتانياهو ووزير القضاء الإسرائيلي لفين الذي هو الآخر من طرفه يعني أشار إلى أنه سيستقيل وسيسقط الحكومة إذا لم تمر هذه القرارات القضائية فيمدو أن نتانياهو بين المطرقة والسندان بين المطرقة الذين يهددون بالاستقالة إذا ما استمر التغيير في القضاء ومن يهددون بالاستقالة إذا لم يقم بالتغيير في المصال القضائي طيب يا دكتور إبراهيم يعني هل فعلا بناء على هذا وبناء على التصريحات الكثيرة التي سمعناها من قادة دولة الاحتلال هل فعلا أصبح الوضع الداخلي الإسرائيلي أكبر من أي فرصة للتفاهم ويعني ما حقيقة ما حقيقة مخاوف القادة الإسرائيليين من الإنزلاق نحو حرب أهلية أم أن كل هذا عبارة عن شيء بسيط يمكن تجاوزه في الدولة أو أنه في نظر البعض تحليلات رغائبية من قبل أعداء دولة إسرائيل دعنا نكون متوازنين هناك أزمة وأزمة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي هذه الأزمة نراها الآن وهذه الأزمة جدا صعبة يعيشها المجتمع الإسرائيلي يمكن أن تحدو به إلى مواجهة بين أطرافه ولكن بنفس الوقت يجب أن لا نبالغ أن هذه الأزمة ممكن أن تجر بالقريب العاجل إلى حرب أهلية هذا لا يعني أنه ليس هناك مقومات لحالة الحراب داخل المجتمع الإسرائيلي ولكن هناك ثلاثة عوامل أساسية يمكن أن تؤثر في تحليلنا إذا ما كان المجتمع الإسرائيلي متجها إلى مثل هكذا حرب أهلية أم لا العامل الأول مرتبط بأن هناك عامل مركزي يؤمن به جميع الإسرائيليون أن القضية الفلسطينية والعداء مع الفلسطينيين والعرب هو القضية الأساسية لهم وأنه يجب الحفاظ على إسرائيل كبيت قومي بين قوسين لليهود ويرجي الحفاظ على هذه الدولة وبالتالي هذا العامل يصعب من احتمال المواجهة المباشرة بين الأطراف العامل الثاني الذي يجب أن أخذه في تحليل إمكانية توجه نحو حرب أهلية أو خلاف أكثر متصاعد هو الاستمرار في هذه القوانين ويبدو أن نتنياهو سيحاول أن يكون هناك التفاف حول المقترحات هذه والتفاف حول المظاهرات من خلال طرح ممكن أن يكون بعض الشيء مقبولا على بعض الأطراف وهذا ليس بالسعال ولكن يمكن أن يقوم به نتنياهو خصوصا أننا نعلم أن نتنياهو من أمهر السياسيين الإسرائيليون في المناورات السياسية وهو يعتبر فعل بالسياسة الإسرائيلية هل يمكن القول دكتور إبراهيم أن نتنياهو أخذ ما يريد على الأقل في هذه الفترة الأولى وأنه يمكن أن يناور بتأجيل بعض جزئيات أو بعض القوانين التي يريدها هو أو يريدها عضاء اتلافه صحيح هذا ما يحاول القيام به بعض الضغط من الولايات المتحدة هناك اتجاه لتأجيل بعض القوانين لفترة لاحقة والعمل فقط على القانون المرتبط بطبعا لجنة اختيار القضاء وبالتالي هذا حل يعني يعتبر من نتنياهو وزملاء حل ممكن طبعا هناك كذلك تعديل في هذا القانون المرتبط بلجنة اختيار الوزراء حل يرى نتنياهو مناسبا وفيه تعديل بالمقترح الأول الذي كان ويعطي أغلبية واضحة في تعيين مجمل القضاء في إسرائيل لصالح الحكومة الإسرائيلية وطبعا الاتلاف الحكومي طبعا هذا الحل ليس مقبولا على المتظاهرين الإسرائيين ولا على اليسار الإسرائيلي وبالتالي هذا سيشكل تحدي العامل الثالث الذي أراه استمرارا لحديث حول العاملان الأولان المرتبط بالقضية الفلسطينية والعداء للعرب وقضية استمرار القوانين هو العامل الثالث المرتبط بالضغط الدولي وهذا العامل يمكن أن يؤثر الثالث الدولي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إسرائيل خصوصا إذا تترجم هذا العامل الدولي بمقاطعة ببعض التوجه السلبي لمقاطعة وزراء إسرائيل وإسرائيل وهذا يمكن أن يؤثر على التوجه نتنياهو بالإضافة إلى طبعا اشتداد المظاهرات وعدم امتصاصها من قبل نتنياهو نتنياهو كما نعلم هو دائما يلعب في سياسة ما يسمى حافة الهاوي هو يصل إلى نهاية المرحلة ويحاول شد الحبل حتى النهاية وإذا ما نجح في تبرير ما يريد فكان له ذلك إذا لا يمنجح في ذلك فيحاول الالتفاف على القضايا التي يحاول معالجتها نعم دكتور إبراهيم يعني عودة إلى مسألة البخاوف من شبح الحرب الأهلية في دولة الاحتلال يعني الرئيس الإسرائيلي كان له مساعي واضحة خلال الفترة الماضية منذ أن تم اعتماد الحكومة في البرلمان إلى الآن وهو يحاول أن يقرب وجهات النظر لكنه صرح في أكثر من مرة أنه لم يستطع الوصول إلى حل مرضي للطرفين وآخر تصريح له في ذكرى أو في ما قاله عن ذكرى 75 لقيام الدولة كان واضح أنه يعتقد أن دولة إسرائيل ليست بعيدة عن حرب أهلية يعزز ذلك أيضا يا دكتور إبراهيم أنه صحيفة معارف الإسرائيلية مؤخرا تحدثت عن سيناريو مرعب أسمته هكذا سيناريو المرعب والذي أشار إليه ربما الجنرال احتياطي صحاق بريك قبل أيام والذي تحدث فيه عن الانقسام في الأجهزة الرئيسية للدولة وخاصة الجيش والشرطة والشباك هل فعلا هناك مخاوف حقيقية تعكسها مثل هذه التصريحات؟ نعم أتفق مع ذلك أنه هناك هذه المخاوف واردة وقائمة السؤال المركزي حول حجمها وحجم تأثيرها مقابل العوامل الأخرى هذا الانقسام واضح يعني كان هناك واضح مقولة داخل الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يواجه حالة يعني غريبة من نوعها بأنه هناك عددا كبيرا من جنود الاحتياط الذين لا يشاركون في عدد من الجولات التدريبية في الآونة الأخيرة وهناك عدد من الطيارين الإسرائيليين سلاح الجو الإسرائيلي يعتمد عليهم بشكل أساسي أشاروا إلى معارضتهم لهذه التغييرات فبالتالي نحن أمام حالة ضغط يشكلها هؤلاء على نتنيهه وعلى حكومته والذي أدى به جالانت كما ذكرنا إلى هذا التصريح الخطير الذي أشار فيه إلى أن استمرار هذه التوجهات في التغيير في القضاء يمكن أن تجعل الجيش ينقسم وهو لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية وبالتالي هذه المخاطر قائمة ولكن مجددا لنكون متوازنين هذه ليست مسألة بالسهلة أن تتم وأن تكون في الفترة قريبة ولكن هذا لا يمنع أنها يمكن أن تحدث طيب دكتور الآن بالأمس الثلاثاء صادق الكنيسة بقراءة أولى على مشروع قانون يسمح بإعادة درعي إلى الحكومة ومعروف أنه درعي يعني مدان بمخالفات جنائية سابقا وتم رفض من قبل المحكمة العليا عندما عينه نتنياهو في الحكومة الأخيرة يعني ما هو تأثير مثل هذا القانون على حالة الصراع في الدولة يعني هذا القانون ضمن حسبا من القوانين التي يريد نتنياهو تمريرها مرتبطة به وبزملائه في اليمين هذا القانون هو لإرضاء درعي الذي طبعا قضت المحكمة بأن لا يكون وزيرا بسبب ملفات الفساد التي ترافقه وهذا كذلك ممكن أن ينطبق لاحقا على وزراء آخرين وحالة نتنياهو الذي كذلك يحاكم هو الآخر كل ذلك يعني يثير المجتمع الإسرائيلي ويثير المتظاهرين الذين يناويون هذه التغييرات لأنه يترافق مع سلسلة أخرى من القوانين قوانين مرتبطة بالجانب اليهودي لإسرائيل وتعزيز دور الدين اليهودي في الحياة العامة الإسرائيلية في المستشفيات وفي المرافق المختلفة حتى هناك قانون آخر الآن يتم الحديث عنه مرتبط بمنع التبشير المسيحي داخل إسرائيل وهذا يمكن أن يثير طبعا الولايات المتحدة والمسيحيين الإنجليين في الولايات المتحدة وهذا أشرت إليه الأخبار الإسرائيلية في هذا اليوم والأمس هناك توجه بهذا الاتجاه ناهيك عن سلسلة أخرى من القوانين القانون الذي تم الأسبوع الماضي المرتبط بقانون فك الارتباط والذي يعني أن ما أتم خلال فترة الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء عدد من استوطنات في الضفة الغربية بناء على هذا القانون لإضافة طبعا المستوطنات في غزة تم إلغاءه وهذا يسمح بالاستيطان مجددا في هذه المستوطنات وبالتالي نحن نتحدث عن حكومة يمينية تقوم بالسلسلة من القوانين قوانين مرتبطة بالقضية الفلسطينية وقوانين مرتبطة بالمجتمع الإسرائيلي والانقسام العلماني الديني داخل إسرائيل وطبعا من يقوم بالاحتلال ويصر على الاحتلال والتمييز العنصري ويقوم بهذه السياسات هو لن يكون ديمقراطيا داخل المجتمع لأن هذا ينعكس على المجتمع ذاته وهذا ما يحدث في الآونة الأخيرة وبات الإسرائيليون يشعرون بأن هذا اليمين العنصري الديني الفاشي كذلك يصل إلى عقر دارهم في تل أبيب وفي حيفا وفي مجمونا المدن الإسرائيلي طيب دكتور نختم من خلال المعطيات التي تطلع عليها حضرتك ومتابعتك للموقف الإسرائيلي الداخلي الآن إلى أين تتجه الاحتجاجات والمظاهرات والاختلافات داخل الدولة يعني خلال الفترة القادمة ما الذي نتوقعه من هذه الاحتجاجات في الشارع وأشكال الاحتجاج المختلفة والتمترس حول المواقف من الأطراف المختلفة هناك ثلاث مصارات أساسية المصار الأول مرتبط طبعا بقدوم قريبا الأعياد اليهودية نحن نتحدث عن يد الفصح وبالتالي هناك مرهنة على أن الأمور ممكن أن تتجه إلى نوع من التهديئة وممكن أن تؤثر على مسيرة الاحتجاجات المصار الثاني مرتبط بتوجه نتنياهو إلى محاولة التعديل في هذه القوانين لمحاولة من يمكن إرضاؤه في الشارع الإسرائيلي أو حتى في المجتمع الدولي ويبدو أن هذا المصار سيكون به عثرات لكون هناك المتظاهرون يجمعون على معارضة خطوات نتنياهو خصوصا مع التجربة السابقة التي خاضوها مع نتنياهو في التفافه على عدة مظاهرات والتفافه على عدة مطالب شعبية الأمر الثالث مرتبط بطبيعة الاتلاف الحكومي وتماسكه بخصوصا إذا ما استمر المعارضة داخل الليكود بما يقوم به نتنياهو وتترجمت هذه المعارضة إلى عمل فعلي بالاستقالة أو بإسقاط الحكومة وهذا تحدي ليس بالسهل ويطلب شجاعة بين قوسين من قبل أقطاب اليمين وأقطاب الليكود الإسرائيلي اللي يقوله لنتنياهو لكي يكف عن طريقها هذه أشكرك دكتور إبراهيم الخطيب أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية والآن نخرج لفاصل قصير نعود بعده لمناقشة قضية الأسبوع أرجو التفضل بالبقاء معنا